ترجمة القناة يعني بحاول اقربه على انه نوع من انواع التفلط او عدم الانضباط في مصار الموليكيولز. الموليكيولز لو كانت ماشية في مصارات محددة كان حيبال انتروبي نظريا اقل ما يمكن. مفيش اي عشوائية مفيش اي تفلط من الموليكيولز عن مصاراتها المحددة. عزين بقى نشوف تبعات المفهوم ده يعني ماذا يترتب على المفهوم ده بعد كده. عشان برضو نهد لكلام النظري اللي انت غالبا سامعته من كورسات اكاديمية وكده وانت حاس انك مش هضمه قوي فانا برضو ما زالت بحاول اقربه لك في الحقيقة ببشكل عامل السهل. انا قلت لك لما بنيجي نضغط على الغاز الغاز بطبيعة وعايز يفضل كده متحرر متفلط كل موليكيول ماشي في حاله. لما اكبره على ان هو يتضغط المنظر ده اقل تفلطا الجزائيات نظريا كل واحد منهم في مصار محدد وعكس ارادتهم عكس رغبتهم. فلازم ادخلهم شغل لازم انا اديهم طاقة عشان اعمل حاجة زي كده. لو كانت الجزائيات دي كل واحد منهم ماشي في مصار محدد ده مثلا انا بكبس عليهم او انا بضغط عليهم بمكبس بقى اللي هو الكمبريسور لما يكون بيكبس عليهم. او بيضغط عليهم وهو بيضغط عليهم بالمنظر ده لو كل واحد منهم ماشي في مصار زي كده ماشي في مصار زي كده ماشي في مصار زي كده كانوا هيحتاجوا اقل شغل ممكن. اقل شغل ممكن علشان اقوم بالعملية دي. فكلهم كانوا يحبوا عاملين بالمنظر ده. في الحقيقة في الدنيا طبعا دي عملية تخيولية عملية وهمية ما بتحصلش. في الحقيقة في الدنيا انا بحتاج اعمل شغل اكتر من المينموم وور كده. علشان الجزائيات زي ما اطلق طبيعتها المتحررة طبيعتها المنفلدة فانا يهمني ان انت تعرف ان ده مفهوم مهم جدا انه الامجنوري منيما مورك ده مهم جدا هو ده اقل شغل كنا محتاجينه وده سهل ان احنا نحسبه يعني رغم ان العملية دي عملية خيولية بس سهل انه يتحسب فاللي بيصممه معدات واللي الشركات المختلفة والحاجات دي بتتنافس عن ان هي تقرب من الكمية دي يعني مثلا لو انا عشان اضغط الغاز بتاعي عرفت ان المنمورك ده مثلا عشرة كيلوجول بير ساكن ماشا الشركة هنا عاملة كومبريسور مثلا بيحتاج حدوشر شركة تانية عاملة كومبريسور احتاج حدوشر ونص شركة عاملة عشرة وتسعة من عشر كلهم بيحاولوا تنافسوا على ان هم يقربوا من الرقم عشرة اللي هو المنموم ده اللي حسبناه فده فن الثيرمو دي الميزة اللي فيه واللي جات بناءا على مفهوم الانتروبي والتصور عنه كده المشهد ده عشان تبقى فكره وزهنك ان احنا بنحتاج شغل اكتر من المنموم افتكر دايما لو في مدرس عنده هي المثال ده بنضرب مستمره عشان نفكرك بيه بس بالموضوع مدرس عنده اجمع من الطلبة كان ممكن ان هو يبزل بس المجود على قد ما يفهمهم المادة لو كل واحد منهم ملتزم ومنضبط وقاعد في مكانه وبيسمع الكلام وكده لكن المدرس بيتطر يبزل المجود ازيد من المجود المنموم ده بيضطر يشرح الدرس وفي نفس الوقت يسكت الطلبة لانه الطلبة مشاغبين بطبيعته متفلتين بطبيعته فبيبزل مجود اكتر شوية لو كانوا الطلبة كويسين كان هيبزل اقل مجود ممكن عشان يعلمهم هي هي بالزبط نفس الفكرة الكمبيرسور ده عامل زي المدرس الطلبة لو كانوا مقدبين زي كده لانتوا بيرتاعهم نظريا بزيروا او يعتبر مفيش تفلط وفيش عشوية مفيش حاجة كانوا اقل جهد ممكن كان هيحصل اللي احنا عايزين نعمله اللي هي عملية التعليم لكن بسبب تفلطهم ده ورغبتهم في التفلط ده بيضطر يبزل مجهود اكتر من المنموم اكتر من المطلوب عشان يعمل العملية اللي احنا عايزين لان دي عملية لازم تتم تفقى ان دي عملية لازم نجبرها انها تحصل مفهوم الانتروبي برضو والعكس مع الانتروبي زي ما قلتلك انه الحقيقة انه الغاز لما يكون مضغوط بالمنظر ده خلاص احنا يعني عندنا غاز مضغوط اهو هو عايز يتمدد ويحرك البيستون ده يفكه يبعده عنه عشان هو ياخد حريته براحته يتفلت براحته وهو يبتدي البيستون ده اللي اتحرك احنا ممكن نستفيد منه ده شغل كده بالنسبة لنا لو كان كل جزيء منضبط وعارف طريقه وماشي في مسارات محددة كنا اخدنا شغل كبير جدا ماكسيمامور كان طلع لنا شغل كتير لان هما زي ما اتفعنا بقى عاملين زي مثلا الموظفين اللي كل واحد منهم عارف طريقه وعارف حاله فلما يدخل في الشركة يطلع لنا شغل كتير جدا لكن الموظفين لو قاعدين يتخنقوا مع بعض ويدا يضرب في ده ويدا يعمل في ده الشغل اللي هناخده منهم قليل في الاخر من الشركة فهي نفس الفكرة بالزبط الجزيئات دي لو كانت جزيئات منضبطة وهي بتعمل الشغل بتاعها وهي بتتحرك بإرادتها برغبتها كانت حركت لنا المجبس ده مثلا مسافة معينة مصارات غير منضبطة مصارات متفلتة وتخلي كمية الشغل اللي بيطلع في الحقيقة قليل اقل من المكسموم اللي كنا محتاجين او انا ايسب اقل من المكسموم اللي كان المفروض يطلع لنا برضو المكسمومورك ده نقدر نحسبه بسهولة في السرمة فبسبب وجود المكسمومورك ده معنا نقدر نقارن بين المعدات المختلفة لما اجي اقول لك مثلا ان انا عندي مطور زي كده يقدر كان يطلع نظريا دي حاجة خيولية يعني نظريا كان يقدر تطلع لنا مثلا عشرين كيلو واط او كيلو جول بر ساكند يعني عشرين المواطير بقى اللي موجودة تطلع 18 تطلع 17 تطلع 16 تطلع 12 تطلع 8 على حسب احنا بنقيدس كفايتها بنشوف هي كم في المية من المكسموم اللي كان ممكن يطلع واحنا فهمين بقى وخلاص عرفنا ان المكسموم ده عمره ما حصل في الدنيا بسبب الانتروبي بسبب وجود انتروبي للبخار خلاص وبرضو المفهوم ده بينطبق لأي حاجة تانية غير البخار الانتروبي مش بس مع البخار زي ما كلمنا قبل كده مع غازات تانية ومع مواد تانية كتير الانتروبي على فكرة كمفهوم دخل في علوم كتير جدا طلع على علوم الإدارة وعلوم نقل المعلومات وحاجات برا الثير مبرا الهندسة خالص يعني فلانه نفس الفكرة زي ما قلت لك عشان كده بحاول اربطه لك دايما بفكرة التفلط وفكرة اللي بيؤدي إلى عشوائي بس هو فكرة الحيود عن مصارات منظمة ومنضابطة في حركة الجزائيات المنجوة يعني فانا هي مني بالسلايد دي انت تفتكر دايما الحالتين دول ان ده مهم جدا 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 من نسبة تفتكر دايما اننا لما يكون عندي عملية انا بكبرها انها تحصل زي الكمبريشن كنا ممكن ادخلها مينيمام ورق لو كانت الجزائيات منضابطة لكن انا بضطر ادخلها ورق اكتر بكتير علشان او اكتر يعني شوية علشان اكتر من المينيمام ده علشان طبيعتها بتاعت الانتروبي والتفلط ولعكس لو كانت عملية تلقائية ازا تحصل لوحدها زي دي كانت ممكن تديني كمية ورق معينة في الحقيقة بتديني كمية ورق اقل شوية في الشغل اللي بيطلع لي اقل من كده بسبب التفلط بتاعها والتحرر بتاعها في المسارات اللي هي ماشية فيها احنا كده خلصنا الفيديو ده هنخش ان شاء الله في المفهوم اللي بعد منه بس انا يهمني وانت طالع منه وانت تفتكر ان المشهد ده والمشهد ده قريبين او من بعض يعني ده هنا بنضغط على بخار عشان نضغطه او نضغط على زغل نضغطه وهنا الغاز بعد ما وصل لضغط معين هو بطبيعته عايز يتمدد فالعمليتين دول يعتبروا زي مراية البعض زي ولاد عم كده العمليتين دول قريبين او من بعضهم بس في واحدة بنجبرها ان تحصل واحدة تلقائية عايزة تحصل المفهوم ده يهمني عشان احنا ان شاء الله داخلين بقى نمهد لفكرة المستلح انت غاليا ما سمعت عنه العملية القابلة للانعكاس هبتيت ان شاء الله نمهد لها في الفيديو الجاي شكرا